بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من ولاه اللهم اغفر لنا ولوالدين ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف ورحمه الله تعالى التقليد لغة جعل الشيء في العنق وشرعا قبول قول غير من غير حجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن المصنف حينما أنهى الحديث عن الاجتهاد ناسب أن يذكر ما يقابل الاجتهاد وهو التقليد وقبل أن نبدأ في كلام الشيخ في تعريفه معنى التقليد في اللغة وفي استخدام الشارع أو فقهاء الشارع أود أن أبين أن التقليد هو مقابل للاجتهاد فإذا أطلق الاجتهاد فإنه يقابله التقليد باعتبار أن الشخص إن لم يكن مجتهدا فإنه يكون مقلدا فإنه يكون مقلدا والمقصود لا عموم الناس وإنما المقصود من أخذ حكما في مسألة بعينها فيكون إما مجتهدا أو مقلدا وسيأتينا إن شاء الله بعض الأمور المتعلقة بقضية أنه ليس كل اتباع يسمى تقليدا فإن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بكلام الله عز وجل قبل ذلك لا يسمى تقليدا كما سيأتي وأما المجتهد والمقلد فلا يلزم أن يكون المجتهد مجتهدا مطلقا فقد يكون مجتهدا في مسألة مقلدا في أخرى فقد يجتمع التقليد والاجتهاد في الشخص الواحد لا باعتبار المسألة الواحدة وإنما في مسألتين وهذا مبنع المسألة المتقدمة وهي قضية مسألة تجزء الاجتهاد أولا قال المصنف لغة أي التقليد جعل الشيء في العنق قوله جعل الشيء في العنق لأن التقليد إما أن يكون مشتقا من الاسم أو مشتقا من الفعل فإن كان مشتقا من الاسم فإنه يكون مشتقا من القلادة والقلادة هي ما تجعل في العنق ولم يعبر المصنف بذلك لأنه لم يقل إنها مأخوذة من القلادة لما سبق معنا أن الاشتقاق اختلف البصريون والكوفيون هل الأصل فيه الاسم أم الفعل وكذلك أيضا الفعل إذا قلت إنها من قلدة فأراد المصنف أن يبين المعنى فقال إن التقليد هو جعل الشيء في العنق هذا معناه في اللغة وأما المعنى المنقول إليه وهو في الشرعي قبل أن أبدأ به أريد أن أبين الرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي قالوا فكما أن المقلد يقلد في عنقه قلادة فإنه كذلك يكون قد تقلد الحكم في عنقه أمام الله عز وجل فكأنه جعل الحكم معلقا في عنقه فهذا هو وجه النقل من الدلالة اللغوية للمعنى الاصطلاحي قال وشرعا هنا قوله وشرعا ليس المراد أنه في لسان الشارع وإنما هذا اصطلاح عند الفقهة فقوله وشرعا أي في اصطلاح علماء الشريعة لأن العلماء تارة يقولون شرعا ويقصدون به ما كان في لفظ الشارع من الكتاب والسنة وإذا لم يكن في لفظ الكتاب والسنة فإنهم يقولون وفي الاصطلاح فيفرقون بين الشرع والاصطلاح لكن التقليد بهذا المعنى إنما هو موجود في اصطلاح الفقهة فنقول إن مراد المصنف بشرعا أي في الاصطلاح أي علماء الشريعة ثم ذكر قوله أي تعريفه له بأنه قبول قول الغير من غير حجة هذا التعريف مشى عليه كثير من الأصوليين من الحنابلة وغيرهم منهم ابن هبيرة في رسالته في الأصول ابن الزاغوني وكذلك الموفق بن قدامة ومن تبع الطوفي ومنهم المصنف والجراعي والمرداوي وغيرهم وقول المصنف قبول أي التسليم بهذا القول سواء عمل به أو لم يعمل به وسواء كان هذا القبول من باب العمل أو من باب النقل فإن الناقل أيضا نسمى مقلدا وقول المصنف هنا قول الغيري قول الغيري الغير أو كلمة غير دخول أل عليها لغة ضعيفة وبعضهم أنكرها حتى قال بعضهم وربما استعملت لحنا اشتهر كالكل والغير اقتداء بالنفر فالأصل أنها لحم لكنها اشتهرت في كلام كثير من الفقهاء والأصورين وهذا الغير ليس المراد به مطلقا وإن من مراد به من كان فقيها يمكن تقليده وأما من عدا فلا يصح تقليده فيكون تقليدا بجهل فلا يصح حين ذك وأما بن حمدان فقد ذكر في كتبه ومنها صفة المفتي والرعاية وغيرها أن التقليد هو قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ من يجوز عليه الإصرار على الخطأ وهذا التفصيل الذي فصله بن حمدان يريد به أن يخرج المقلد فإن المقلد لا يجوز له الإصرار على الخطأ وإنما يكون الذي ظهر له قول هو خطأ عند غيره وهذا مبني على ما ذكرناه في الدرس الماضي أن الحق واحد لا يتعدد وقول المصنف من غير حجة أي من غير دليل يدل عليه أي من غير دليل يدل عليه وهذا الدليل إذا كان أو قوله من غير حجة يخرج منه أمري الأمر الأول ما يتبع فيه الشخص غيره مع معرفته بحجته فإنه في هذه الحالة لا يكون مقلدا وإنما هو آخذ بالحجة والأمر الثاني الذي يخرج بهذا القيد وهو قوله من غير حجة ما يأخذه الشخص اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة رضوان الله عليهم فإن العلم يقولون إن هذا لا يسمى تقليدا وإنما هو اتباع لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه وقول الصحابي إذا لم يخالف سواء انتشر أو لم ينتشر فإنه يكون حجة على ما مر معنا قبل درسين إذن فقوله من غير حجة يخرج هذين الأمرين الذي ذكرتهما نعم مسألة يجوز التقليد في الفروق عند الأكثر خلافة لبعض القدرية نعم هذه المسألة وهي مسألة بدأ المصنف بأول مسألة وهي متى يشرع أو ما الذي يشرع فيه التقليد يقول المصنف يجوز التقليد في الفروق المراد بالفروق قيل إنها المسائل التي يطلب فيها الظن وقيل إن المراد بالفروق المراد بها ما يقابل الأصول إذن فيكون فيها معنيا المعنى الأول ما يقابل الأصول فتكون مقتصرة على الفروق الفقهية لأن الأصول هي الاعتقادات في المشهور من كلامهم وأما الفروق فهي الأمور العملية والمعنى الثاني أن المراد بالفروق هو ما يبنى على الظن وبناء على ذلك فيدخل في الفروق شيء من الأصول ويخرج من الفروق بهذا المعنى شيء من الفروق الفقهية فالذي يدخل فيه من الأصول الأمور الاعتقادية المبنية على الظن فيجوز التقليد فيها كما هو سيأتي إن شاء الله بعد قليل عندما نتكلم عن اعتقادات والأصول وجريان التقليد فيها والأمر الثاني أن من الفروع الفقهية ما لا يجوز التقليد فيه مثل الأركان الخمس المبالي الخمس فإن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله أن هذه الأمور لا يجري فيها التقليد وقول المصنف يجوز التقليد في الفروع عبر المصنف رحمه الله تعالى بالجواز وهذا هو المشهور أن الحكم إنما هو يجوز وذهب بعض أصحاب أحمد وهو بن حمدان إلى أن التقليد في الفروع للعاجز عن الاجتهاد واجب واجب وليس بجائز ولكن التعبير أغلب الأصوريين كابن عقيل وبن هبيرة والطوفي إنما يعبرون بالجواز يعبرون بالجواز نعم خلافا خلافا لبعض القدرية نعم قوله خلافا لبعض الظاهرية أعفوا خلافا لبعض القدرية بعض القدرية الذين كانوا في بغدادة في ذلك الوقت أو قبل ذلك في القرن الثالث تقريبا أو قبله بل من الثالث وربما كانوا قبل ذلك ذهبوا إلى أن التقليد ليس بجائز وأن العوام يلزمهم لاجتهاد في الفروع الفقهية ولا يصح لهم أن يقلدوا أحدا في الفروع الفقهية مطلقا ولا في الأمور الظنية وهذا القول ذكر الموفق بن قدامى أنه بإجماع أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم باطل لتواتر ما نقل عن المسلمين أنهم كانوا يقلدون في الفروع الفقهية ولم يكن كل واحد منهم يجتهد ويبدو أن هذا القول الذي شهر عن بعض المعتزلة معتزلهم القادرية مراد بهم بعض المعتزلة أي القادرية الذين شهر عنهم هذا الأمر كان مشهورا في فترة من الفترة فقد ذكر حرب الكرماني في رسالته في أصول السنة التي ألحقت بمسائله التي سألها أحمد وإسحاق بن راهوية ذكر أن بعض من زعم أنه لا يرى التقليد قال ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا قال فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف ثم قال فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلال والردى بل هو ضلالة زعم أن لا يرى التقليد هذا نص كلام حرب في رسالته في أصول السنة لما قال هذا كلام؟ لأن بعض المعتزلة وأهل العقل يقول إنك تجتهد في كل حكم ابتداء ويبني على اجتهاده هذا عدم تقليد أي أحد من الناس حتى ولو كان جماهيرهم على هذا القول بل حتى ولو كان إجماعهم عليه فإن هذا من لازم يقولهم بعدم التقليد وهذا الذي يسعى له كثير من الناس لهدم الدين حقيقة وإفساد مباني ويزعم أن كثيرا من الأراء الفقهية إنما هي تقليد لفقه كتب في القرن الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع ولا يتجاوزون بعد ذلك وهذا الكلام كما قال حرب الكرمان في محله وهو إلغاء التقليد بالكلية ولذلك يعني الناس يتوسع كلما توسع في نفي التقليد بالكلية كلما أغرب حتى ربما أدى إلى كما ذكر حرب ساد الدين وبعض الناس يتوسع في الاجتهاد لمن هو ليس بأهل فيؤدي به ذلك أيضا للإغراء في الاجتهادات وهذا الزمان يعني كفيل بأن يرى المرء من غرائب الاجتهادات ومن الأمور الغريبة لمن زعم أنه ينظر في الأدلة مباشرة سواء كانت أدلته صحيحة أو غير صحيحة ما يعني يضحك الثكلة أحيانا وهذا من الأمور المهمة ولذلك فإن مبحث التقليد مبحث له أهميته لا في التقييد ولا في الإطلاق فبعض الناس يمنع الاجتهاد بالكلية وهذا غير صحيح وعكسه كذلك مسألة لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة كالأركان الخمسة ونحوها لاشتراك الكل فيه نعم هذه المسألة بدأ يتكلم فيها المصنف عما لا يجوز التقليد فيه مطلقا من عموم الناس وقد أورد المصنف في هذه المسألة أمرين الأمر الأول ما كان معلوما من الدين بالضرورة والأمر الثاني الأحكام الأصولية الكلية نبدأ بأول هذين الأمرين يقول المصنف لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة معنى أن الشيء معلوم من الدين بالضرورة بمعنى أن يستوي أهل الإسلام عامتهم وخاصتهم في علم ذلك الشيء فيكون ذلك الشيء مما استفاض عند الناس وتواتر علمهم عند صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم ومثل المصنف لذلك بالأركان الخمسة وهي الشهادتان وهي باب التوحيد فإنه داخل في ذلك الأمر وسيأتي تفصيله بعد قليل ووجوب الصلاة والصوم والحج والأمور الأساسية المتعلقة بهذه الأمور ومن الخطأ أن يظن أن المراد بالمعلوم من الدين بالضرورة المجمع عليه فإن كثيراً من الأحكام المجمع عليها ليست معلومة من الدين بالضرورة وبناء عليه فيجوز التقليد فيها من جانب وينبني عليه أيضاً في قضية العذر بالجهل فيها ومسأت العذر بالجهل في الأمور الفروعية هناك رواية في مذهب أحمد ومن أوسع المذهب في العذر بالجهل اختارها الشيخ تقي الدين أنه يعذر بالجهل حتى بجهل الفروع المعلومة من الدين بالضرورة فقال الشيخ تقي الدين فلو أن امرأة نشأ في بادية الأكراد أو بادية العربي وهو لا يعلم وجوب الصوم عليه ثم علمه بعد مرور عدد من السنوات سقط عنه تلك الصلوات أو ذلك الصيام الذي لم يعلم وجوبه وإن كان معلوم من الدين بالضرورة قال لأنه يتصور ذلك في بعض الناس وهذه المسألة يعني متعلقة بالجهل وخارج عن موضوع درسنا إذن هذا المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة أيضاً خالف فيه بعض المعتزلة اللي هم القدرية من البغداديين فقالوا إنه لا يجوز له أن يقلد أكس أولئك فقالوا يجوز له أن يقلد حتى في المعلوم من الدين بالضرورة وهذا غير صحيح نعم هذا هو الأمر الثاني وهو الأحكام الأصولية الكلية قول المصنف الأحكام الأصولية المراد بالأصولية أي الاعتقادية هكذا فسرها من نقل عنه المصنف وهو الطوفي والمراد بالكلية أي العامة ليست الجزئية فإن الجزئية قد تخفى على كثير من النس فهي ليست كلية من جهة وليست ضرورية من جهة أخرى مثل لها المصنف رحمه الله تعالى قال كمعرفة الله عز وجل لأن المعرفة لله عز وجل يدل عليها الفطرة ويدل عليها النقل ويدل عليها أيضا العقل فكل هذه دالة على وجود الله عز وجل قال ووحدانيته في أفعاله سبحانه وتعالى ووحدانيته في استحقاقه العبادة فإن استحقاق الله بالعبادة معروف بالفطرة وهو معروف كذلك يعني لا يقبل فيه تقليد وإنما هو أصلا هو ثابت من الدين بالضرورة قال وصحة الرسالة أي صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها أي ونحوها من الأمور القطعية يجب أن نجزم بأنها قطعية وأن تكون ظاهرة الدلالة وأما ما كان غير ظاهر الدلالة وإن كان من الأمور الأصولية فإنه يجوز التقليد فيها هذه المسألة حكى جماعة من أهل العلم الإجماعة عليها لكن حكي خلاف فيها فقد حكي أنه يجوز التقليد في أمور الاعتقاد كذا نقلوه وهذا القول نقله بعض الأصوليين عن أصحاب الإمام أحمد وممن نقل ذلك الجويني في كتاب المسائل له فقال إنهم أجمعوا على أنه لا تقليد في المسائل الأصولية إلا أحمد وأصحابه فإنهم يقولون بذلك والحقيقة أن هذا القول الذي حكى عن بعض أصحاب أحمد وجد في بعض المنظومات المتأخرة ونسبوه لأهل الحديث وممن قال بذلك السفارين في منظومته فإنه قد قال وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذلك حتم وقيل لأنه لا يكتفى بالظن لذلحجة في قول أهل الفن وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر إذن فنقل السفارين أن أهل الأثر وهو القول الذي نقله الإمام الحرامين الجويني أنه قول أصحاب أحمد أنهم يرون أنه يجوز التقليد في الأصول والحقيقة أن هذا القول غير صحيح ولم يقل أحمد بذلك بل إن أحمد من أشد الناس في التقليد في الفروع والنهي عنها فمن باب أو لا كيف يجيز التقليد في الأمور الأصولية الكلية وإذلك يقول الطوفي إن نصوص أحمد وكلام أصحابه كلهم على خلاف ذلك ولا نعلم فيه خلافا لا عن أحمد ولا عن أصحابه وإنما الذي نقله إمام الحرامين إما التباس أو تلبيس منه على أصحاب أحمد أي مذمة لهم وليس كذلك وهذا القول الذي هو جواز التقليد في الأصول إنما نقله أبو الوفى بن عقيل في كتاب الواضح عن بعض معتزلة بغداد وهو أبو القاسم بن التبان هو الذي نقل عنه ذلك ولكن على العموم نجد لها وجها فنقول إنه إن صح ذلك النقل فالمراد التقليد في المسائل الأصولية غير الكلية التي تكون أدلتها ظنية أو هي مسائل جزئية مثل التقليد في بعض المسائل المتعلقة بصفات الله عز وجل فإن كثيرا من الأمور قد لا يعرف طلبة العلم دليلها ومستمدها وكذلك ما يتعلق باليوم الآخر وما يحدث فيه من أفعال وأهوال وما يحدث فيه من وقائع وهذا من الإيمان بالغيب وهو من الأمور الأصولية فهذه يجوز فيها التقليد كذلك لأن هذا الأمر ليس من الأمور الكلية وإنما الجزئية وعلى ذلك فإن كان ذلك له وجه فالمراد به ما ذكرت لا مطلقا وأما نسبة ذلك لمذهب أحمد كما نقل إمام الحرمين وغيره فغيره صحيح قال القرافي ولا في أصول الفقه نعم قوله وقال القرافي ولا في أصول الفقه الحقيقة أن القرافي نقل هذا القول عن أبي الحسين البصري في كتاب الشرح العمد فقد نقل أن الفقه يفترق عن الأصول بثلاثة أشياء من هذه الأمور الثلاثة أن الفقه يجوز فيه التقليد والأصول لا يجوز فيه التقليد وهذا القول لما نقله القرافي قال بعده ولم يحكي فيه خلافا هكذا قال في شرحه للمحصول نفائس الأصول ثم كرره من باب الجزم في كتابه العقد المنظوم ونقله عنه جماعة والحقيقة أن مسألة التقريد في أصول الفقه مبنية على مسألة ذكرناها في أول الدروس وهي مسألة هل أصول الفقه قطعي أم أنه ظني ومر معنا ملخص القول في المسألة وصواب المسألة أن أصول الفقه ما كان منه كليا كمعرفة أصول التشريع كالكتاب والسنة فإنه حينئذ يكون قطعيا فيجب معرفته على كل شخص يعرف أن الاستمداد من الكتاب والسنة وأنه لا يجوز مخالفتهما وأما ما عدا ذلك مما فيه نزاع أو أنه يكون جزئيا غير واضح فهذا لا شك أنه يجوز فيه التقليد بل لا شك أنه ظني ويجوز فيه التقليد وعمل المسلمين على ذلك فأغلب كتب الأصول إنما هي تقليد ومحاكاة لمن قبلهم لمن قبلهم نعم وعلى سبيل المثال يعني ابن الحاجب يكاد لا يخرج من كلام الآمدي كما أن البيضاوي صاحب المنهاج لا يكاد يخرج من كلامي صاحب المحصول الذي هو الرازي فهم أشهر كتابين عند المتأخرين ومع ذلك فإنهم في الحقيقة هم مقلدون لمن سبقهم في هذه المسألة مسألة إذا أدى إجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد إجماعا نعم هذه المسألة لما ذكر مصنف في المسألة السابقة ما لا يجوز فيه التقليد للكل للعامي والمجتهد ذكر في هذه المسألة ما لا يجوز فيه التقليد للمجتهد فقط وأما العامي فيجوز له التقليد لأنها أصلا يتصور له هذه المسألة نعم يقول الشيخ إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم قول المصنف إذا أدى اجتهاد المجتهد المجتهد هنا ليس المراد به المجتهد المطلق وإنما المراد به مطلق المجتهد مطلق المجتهد فكل من كان مجتهدا ومر معنا أن طبقات مجتهدين سبع أو خمس خمس طبقات والاثنان يعتبرون دون ذلك فمنهم من يكون مجتهدا مطلقا ومنهم من يكون مجتهدا في مذهب إمامه ومنهم من يكون دون ذلك فكل من كان مجتهدا فإنه يدخل في هذه المسألة فالمراد به إذا مطلق المجتهدين للمجتهد المطلق وقول المصنف إلى حكم المراد بالحكم هنا ثلاثة أشياء يشمل الحكم في ما يعمله هو والحكم فيما يريد أن يفتي به لغيره ويشمل الحكم فيما يقضي به إذا كان قاضيا أو حاكما وهذا مراد الفقهة في هذه الأمور الثلاث على سبيل الجملة قوله لم يجز له التقليد طبعا نقول على الجملة لماذا لأن أحيانا قد يكون المجتهد يجتهد بمسألة ثم يفتي بخلافها أو يحيل على قول مخالف لها وسيأتي الإشارة لها إن شاء الله في كلام المصنف قوله لم يجز له التقليد لا في الإفتاء ولا في العمل ولا في القضاء إجماعا أي بإجماع أهل العلم وهذا الإجماع حكاه جماعا من أهل العلم قبل المصنف ومنهم يعني صاحب الفروع بالمفلح وغيره وإن لم يجتهد فلا يجوز له أيضا مطلقا نعم مسألة تقليد المجتهد لغيره فيما يجتهد فيه لها صورتان مرت معنا الصورة الأولى وهي إذا كان قد اجتهد في المسألة وظهر له حكم الصورة الثانية إذا لم يجتهد يعني لم يفعل الفعل بالكلية هناك صورة ثالثة لم يذكرها المصنف قد أردها وهي إذا اجتهد ولم يظهر له شيء فما الحكم أو سيأتي إن شاء الله يشير لها في موضع آخر نعم إذا لم يجتهد أي لم يفعل الفعل ولم يبدو للوسع في الاجتهاد في المسألة فهذه فيها خلف هل يلزمه فعل للجتهاد لتخرج النتيجة أم لا فذكر المصنف أقوالاً القول الأول قال فلا يجوز له أيضاً مطلقاً هذا القول الأول أنه لا يجوز لمن كانت عنده آلة الاجتهاد أن إذا نزلت به نازلة أو حادثة أن يقلد بل يجب عليه أن يجتهد فيها وجوباً إذا نزلت به وهذا القول الذي قدمه المصنف معناه أنه يرجحه تقديماً وهذا هو المذهب المجزون به وعليه أكثر أصحاب الإمام أحمد بل إن أحمد قد نص عليه في رواية الفضل بن زياد وفي رواية غيره ممن جزم به من أصحاب أحمد القاضي أبو الخطاب وابن هبيرة وأبو محمد الجوزي والشيخ تقييد والشيخ تقييد نص في أكثر موضع وأكد على هذا المعنى فيقول إن تقليد العالم العالم حرام وهذا هو مذهب الحنابلة جزم به الشيخ جزماً تاماً وعلى العموم هذا هو القول الأول في المسألة وهو المجزون به قول الثاني خلافاً لقوم نعم هذا هو القول الثاني وهو عندما قال خلافاً لقوم أي أنه يجوز للمجتهد أن يقلد غيره قبل أن يجتهد قبل فعله الاجتهاد يجوز له أن يقلد غيره مطلقاً ومعنى قولنا إنه مطلقاً يعني سواء ضاق الوقت أو لم يضق سواء كان هناك ضرورة أم ليست هناك ضرورة وسواء كان المقلد أعلم منه أو كان مثله أو كان دونه ما دام من المجتهدين وهذا القول عبر المصنف أنه خلافاً لقوم ولم يسمي هؤلاء القوم لعل السبب أن في نسبة هذا القول إشكال وذلك أن أبا إسحاق الشرازي في كتاب اللمع وهو مطبوع نسب هذا القول لأحمد فذكر أبو إسحاق الشرازي أن قول أحمد وإسحاق وسفيان الثوري أنه يجوز التقليد مطلقاً ولعله أخذ ذلك من مساء إسحاق من منصور كوسج لأنها كانت مشهورة في وقته وهي أشهر للنقلات عن أحمد وهي التي تجمع قول إسحاق وأحمد وسفيان معن ولكن هذا القول في نسبته لأحمد نظر نعم قال به من أصحاب أحمد أبو الفرج الشرازي فقط كما نقله في الإنصف ولكن في نسبته لأحمد نظر وذلك يقول أبو الخطاب في التمهيد لا نعرف هذا القول عن أحد من أصحابنا ومثله أنكر هذا القول ابن هبيرة والشيخ تقي الدين أطال إطالة كبيرة جداً في إنكار نسبة هذا القول لأحمد وأتى بالنقول المنقول عن أحمد ووجهها وقال إنه لا يصح منها أن ينسب لأحمد ولا لإسحاق ولا لسفيان ولا لغيرهم من أهل العلم أنهم يقولون بذلك وقيل يجوز مع ضيق الوقت نعم هذا القول الثالث وهو أنه يجوز الاجتهاد إذا ضاق الوقت بمعنى أنه لم يمكنه حينئذ أن ينظر في الأدلة وأن يراجع بقوته القريبة والبعيدة المسألة وهذا القول حكى في الفروع رواية عن أحمد وممن ذهب له صاحب الرعاية الكبرى ابن حمدان فإنه ذكر في الرعاية الكبرى أن هذا هو الأصح فقال في الرعاية وله لخوفه من خصوم أو خاف مسافرون من فوت رفقتهم أن يقلد على الأصح هذا اختيار ابن حمدان على الأصح وقيل ليعمل لا ليفتي نعم هذا هو القول الرابع أنه يجوز للمجتهد أن يقلد غيره إذا لم يجتهد ويبتدئ في الاجتهاد إذا كان ذلك لعمل نفسه فيجوز له أن يقلد لأن يجوز المرأ التقليد ديانة وأما لإفتاء غيره فلا يجوز له ذلك بل يجب عليه أن يجتهد لغيره في الإفتاء لأن المرأ في خاصة نفسه قد يقلد الأحوط والغالب أن الشخص يحتاط في التقليد للأحوط لأن صاحب الدين إذا أراد أن يقلد لنفسه فإنه يأخذ الأحوط فيحتاط غاية الاحتياط وأما لغيره فإنه يجتهد فلربما وجد له رخصة وهذا القول يعني في الحقيقة لم أجده منسوبا في كتب الحنابلة وإنما نسبه أبو إسحاق الشرازي في اللمع وشرحها لبعض الناس ولم يسمهم وأما كتب أصحاب أحمد فلم يذكروه قولا وقيل لمن هو أعلم منه نعم هذا القول معناه القول الخامس وهو أنه يجوز الاجتهاد أوفا يجوز للمجتهد التقليد بشرط أن يكون المقلد أعلم منه وليس مثله أو دونه وهذا القول حكاه في الانصاف قولا لبعض أصحاب أحمد أو قولا يعني إذا قال قولا يعني لبعض أصحاب أحمد لكن بصيغة التضعيف لأنه قال قيلة وقيل من الصحابة نعم قوله وقيل من الصحابة هو قول السادس أنه يجوز المجتهد أن يقلد الصحابة فقط ولا يقلد غيرهم والمجتهد نقول إذا قلد الصحابي فإن كان الصحابي لم يخالف فهذا لا يسمى تقليدا لأنه حجة وأما إذا كان الصحابي قد خولف بمعنى أن الصحابة تختلف على قولين أو ثلاثة فإنه في هذه الحالة يجوز أن يقلد من شاء من الصحابة وهذه نقلها أبو المعالي بن المنجة رواية عن أحمد وقال إن أحمد يقول يقلد صحابيا ويتخير بينهم ولعله أخذ ذلك من قول أحمد إذا اختلف الصحابة تخيرنا أي تخيرنا بينهم والحقيقة أن كلام أحمد تخيرنا باعتبار الدليل الخارج غير قولهم ومعلوم أن أبا المعالي بن المنجة عليه رحمة الله كما ينكر عليه أنه كان يتوسع في نسبة روايات عن أحمد يعني لم يسبق إليها وهذا نبه إليها ابن رجب في ترجمته من الذيل مسألة للعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما نعم مر معنا أن الذي يقلد إنما هو من يكون أهل للاجتهاد وأهلية الاجتهاد قلنا المراد بالاجتهاد الاجتهاد ليس المطلق وإنما المراد مطلق لاجتهادي هنا بيّن مصن في هذه المسألة هذه المسألة بيّن في هذه المسألة ما ذكرت لكم قبل قليل وهو أنه يجب أن يكون أهل للاجتهاد وبيّن أيضا ما يتعلق بظن المجتهد بظن العامي المقلد فيقول المصنف للعامي المراد بالعامي هو غير المجتهد هذه قاعدة عندهم في كتب الأصول أنهم إذا أطلقوا العامي فيعنون به غير المجتهد قال للعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد قوله من علم أي تيقن ظن بمعنى أنه ظهر له ذلك ويكون أقوى من شكه فبنجرد الشك لا عبرة به قوله للاجتهاد أي للاجتهاد النسبي للاجتهاد المطلق كما تقدم معنا قوله بطريق ما أي بأي طريق يؤدي إلى ذلك وقبل أن أبين الطرق المؤدية للعلم والظن بأهلية المجتهد للاجتهاد أود أن أبين أن هذه المسألة حكي الاتفاق عليها ممن حكى الاتفاق عليها الطوفي وأقر الطوفي على نقل هذا الاتفاق صاحب الإنصاف غيره نقلوه اتفاقا أنه له أن يعتبر ظنه في أهلية المجتهد للاجتهاد والفتوى كيف يعرف المجتهد بأهليته بيّن أهل العلم عددا من الطرق أشير لبعضها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر فمن هذه الأمور التي أوردها أهل العلم قالوا باعتبار الاستفاضة فالأمر الأول هو الاستفاضة عند عامة الناس ويستدلون على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه عندما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازتين فأثنوا على الأولى خيرا فقال وجبت وأثنوا على الثانية شرا فقال وجبت فقالوا ما وجبت قال الأولى الجنة والثانية النار لما أثنيتم عليهما أو ذممتموها أنتم شهداء الله في أرضه فيؤخذ من هذا أن مستفاض عند الناس أن فلانا من أهل العلم ومتأهل فإنه حينئذ يجوز تقليده واستفتاؤه الأمر الثاني قالوا ثناء أهل العلم عليه فإن مجرد ثناء أهل العلم عليه يكفي وهذا معروف إن أهل العلم يعني مثل مالك قال ما أفتيت حتى شهد لي سبعون معمما فيذكرون هذا الشيء من الأمور التي ذكروها قالوا لو رآه العامي منتصبا معظما لأن عادة الناس من انتصب للتدريس فإنهم يمنعونه ولا يعظمونه فإذا كان منتصبا معظما كان أهلا ومما ذكروه أيضا كذلك وهذه أشار لها المرداوي إشارة إذا كان قد نصب 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 لذلك وممن يكون منصب هذه التنصيب ما أعرف إلا متأخرا لما جاءت المدارس ثم بعد المدارس جاءت منصب الإفتاء الذي ما بدأ إلا في سنة تسعمائة بعد سقوط دولة الممالك بدأ تعيين المفتين ومن أول من تكلم عن تاريخها صاحب عرف البشام المرادي نعم المرادي اسمه المرادي كان ولي فتوى دمشق الشام فسمى عرف البشام في من ولي فتوى دمشق الشام ذكر متى جاء منصب المفتي وتاريخها من أولها قال أبنطقال في عهد السلطان سليم نسيت الآن تاريخها على سبيل الدقة نعم إذن هذه طرق لذلك يقول صاحب الإنصاف يقول يقلد العامي من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا معظما ولا يقلد من عرفه جاهلا وقال الموفق يكفيه قول عدل واحد قال ومراده أن يكون ذلك العدل خبيرا لا مطلق العدالة ثم قال واعتبر بعض الأصحاب الاستفادة بكونه عالما هنا قولهم اعتبر هل هو شرط أم هو طريق من قال شرط لا يقبل إلا الاستفادة ومن قال طريق ليكفي وقد يكون غيرها من الطرق قال واعتبر بعض الأصحاب الاستفادة بكونه عالما لا بمجرد اعتزائه إلى العلم ولو بمنصب تدريس أي ولو كان أخذ وظيفة تدريس فإن هذه الوظيفة ربما يتولها من لا يستحق هذا المنصب قال المرداوي وهو الصواب أن العبرة بأن يكون ذلك بالاستفادة والشهرة ثم نقل عن ابن عقيل أنه يجب سؤال أهل الثقة والخير أو الخبر لعلها والخير في هذا السؤال لكي يعرف دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما نعم قال دون من عرف بالجهل اتفاقا فيهما أي في المسألتين فباتفاق المسألتين أنه لا يجوز أن يسأل المعروف بالجهل طبعا والمراد بالجهل حالتين جهل علمه وجهل حاله وذلك اتفق العلماء على أن من لم يعرف حال مستفتيه لا يجوز له سؤاله وهذا كثير فعلى سبيل المثال في الحج عندما يمر الشخص وهو حاج لابس اللباس الإحرام يرى أمامه حاجا فيسأله في أحكام الحج نقول ما يجوز ذلك فإنه لا يجوز باتفاق أهل العلم أن يسأل المجهول لا يجوز مطلقا وكنا نمثل بالحج والآن أصبح يمثل بوسائل التواصل إلى فترة قريبة كان الناس يسألون مجاهيل مجاهيل لا يعرفون منهم وإنما ربما عرفت كناهم وقد بيّن نبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكثر في آخر الزمان ووجه ذلك لأنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي صارخ في آخر الزمان يعني اذهبوا إلى أهليكم فقد قام شيء في أهليكم فيقول سمعت صوتا ولا أعرف قائلة فقد يكون في ذلك يعني إشارة لقضية المجاهيل وأن بعض المجاهيل قد يتكلم وينشر للناس أحكاما وهي غير صحيحة أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا نعم قال أما من جهل حاله المراد بجهالة الحال أمران جهالة الحال باعتبار العدالة وعدمها والثاني جهالة الحال باعتبار العلم وعدمه وظاهر كلام المصنف وأغلب أصحاب أحمد أن الحكم فيه ما سوى والصواب أننا نفصل بينهم في ذكر الخلاف كما سيأتي بعد قريب يقول الشيخ أما من جهل حاله فلا يقلد أيضا هذا هو القول الأول أنه لا يجوز تقليده وهو الوجه الأول في المذهب وهو الصحيح من المذهب نصره الموفق وجزم به المصنف هنا وبالمفلح وجزم به أيضا الطوفي وأكثر أصحاب أحمد على ذلك أنه لا يقلد سواء جهلت عدالته أو جهل علمه أهو من أهل العلم أم ليس كذلك قول المصنف خلافا لقوم هذا وجه ثاني في المذهب أنه يجوز سؤال من جهل حاله وعلمه وهذا القول لم يقل به أحد من أصحاب أحمد لكن قدمه ابن حمدان يعني ذكره أولا في كتابه آداب المفتي ونص على هذا التقديم أيضا صاحب الإنصاف وهناك تفصيل لبعض أهل العلم وهو ابن القيم فإن ابن القيم وأشرفت له في الدرس الماضي بيّن أن الجهالة بالعلم أنه من أهل العلم وعدمها لا يقبل استفتاؤه وأما الجهالة بعدالته فإنها مقبولة يقبل استفتاء من جهلة عدالته وعلى ذلك فنحمل ما قيل في ما نقوله ابن حمدان في آداب المفتي أنه قيل يجوز استفتاء مجهول الحال على مجهول حال العدالة وابن القيم انتصر لهذا القول وبقوة لأن أغلب الناس مستورون بستر الله عز وجل ولو أمرنا بالتفتيش عن كل شخص لربما أدى ذلك لحرج ومشقة شديدين ولا شك خلافا لقوم نعم خلافا لقوم هذا الرواية الثانية قلت لكم إن قدمها ابن حمدان في آداب المفتي والتفسير فيها ما ذكره ابن القيم هو الصواب مسألة وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال ثالثها يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد نعم هذه المسألة وهي متعلقة هل يلزم المفتي أن يكرر النظر والاجتهاد عند تكرر وقوع المسألة له مرة أخرى أم لا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال ولها تعلق بالمقلد سأذكره بعد ذلك ذكر مصنفها أقوالا ثلاثة لأنه قال ثالثها قول مصنف وفي لزوم تكرار النظر قوله تكرار النظر أي من المجتهد لأن المجتهد هو الذي ينظر وأما المقلد فسيأتي شاء الله حكمه في مسألة التكرار إنما هو في حقه تكرار السؤال وليس تكرار النظر قوله عند تكرار الواقعة أي إذا وقعت الواقعة مرة أخرى وكان مجتهدا فيها لا مقلدا لأن كثيرا من المفتين الحقيقة إنما هم ناقلون لأحكام سابقة فهم مقلدون فينقلها لكن الكلام فيما لو اجتهد فيها ابتداء هل يلزمه تكرار النظر فيها أم لا قال أقوال القول الأول فيها أنه يلزمه تكرار النظر فيلزم المفتي والقاضي وغيرهم تكرار النظر عند تكرار الواقعة وهذا القول هو مشهور مذهب الإمام أحمد وأصحابه جزم به القاضي وبن عقيل وأبو البركات وبن مفله والحجاوي في الإقناع والبهوت في شرحه كذلك وجزم به كذلك ابن النجار ومرعي وغيرهم وجزم بصحته كثير من أصحاب أحمد كالمرداوي وغيره أنه يلزم تكرار النظر والاجتهاد هذا القول الأول القول الثاني مقابل لذلك وهو أنه لا يلزم تكرار النظر وهذا نسبه ابن مفلح لبعض أصحاب الإمام أحمد والقول الثالث ما ذكره المصنف أنه يلزمه تكرار النظر إن لم يذكر طريق الاجتهاد معنى ذلك أن الشخص إذا اجتهد ثم وقعت المسألة مرة أخرى فنقول إن كان قد ذكر الدليل الذي بنى عليه حكم المسألة فإنه لا يلزمه حين إذن تكرار النظر وأما إن نسيه ولم يتذكره فإنه يلزمه يعني تكرار النظر والاجتهاد في المسألة وهذا القول جزم به جماعة من أصحاب أحمد منهم أبو الخطاب والآمد الحنبلي وبن حمدان وذكر المرداوي أنه هو الصواب هكذا قال المرداوي وجزم به وقال إنه هو الصواب لأن بعض الناس إذا نسي الدليل معناه أنه ربما كان مخطئا في الدليل الموصري لهذه النتيجة ونسيانه للدليل يدل على أنه ربما في وقتها قد نسي دليلا آخرا والحقيقة أن إن لم يكن القول الأول هو الصواب فهذا القول الثالث يكون هو الأقرب كما قال المرداوي بقي عندي مسألة أخيرة وهو قضية أن المجتهد عفوا أن العامي المقلد هل يلزمه إذا وقعت مسألة أن واستفت فيها ثم وقعت فرة أخرى هل يلزمه أن يسأل عنها أم لا ذكر البهوت في الكشاف أنه لم يرى لأصحاب الإمام أحمد فيها شيئا ثم ذكر أن ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد أنه لا يلزمه ذلك لا يلزمه تكرار النظر والحقيقة أن كلام الشيخ منصور فيه نظر من جهتي الجهة الأولى قوله أن أصحاب أحمد لم يتكلموا عنها بل قد تكلم عنها المرداوي وذكر أن فيها الخلاف فيها الخلاف كذلك والأمر الثاني من حيث الترجيح الذي ذكره البهوت أن الترجيح فيها أنه لا يلزمه تكرار السؤال مرة أخرى المرداوي قال إن حكمها كحكم نعم تكرار النظري للمجتهد وعلى العموم يعني هذا البناء على خلاف المسألة مسألة لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وجوزه آخر نعم هذه المسألة تتعلق في قضية لما ذكر المصنف أن المقلد لا بد أن يكون أهل للاجتهاد ثم ذكر بعد ذلك أن هذا الأهل للاجتهاد هل يلزمه تكرار النظر عند تكرار النازلة ذكر بعد ذلك أنه إذا خل العصر هل يمكن أن يتصور خلو العصر عن مجتهد بمعنى أن يقلد المقلد مقلدا آخر أم لا قال المصنف لا يجوز خلو العصر عن مجتهد مراده بالمجتهد هنا كما ذكرت سابقا ليس مطلق الاجتهاد وإنما الاجتهاد المطلق لأن مذهب أحمد المجزون به أنه لا يجوز خلو العصر مع أنهم تتابعوا قالها بن حمدان وكثير من الأصحاب أن المجتهد المطلق قد انقطع من زمان طويل قد انقطع من قرون متعاصرة وهذا الكلام منهم ليس لصعوبته وإنما لأمر أراده الله عز وجل فقد ذكر بن حمدان أن الاجتهاد المطلق قد انقطع منذ أزمينة طويلة قال هكذا قال مع أنه الآن أيسر وأسهر فقال لأن الحديث والفقه قد دون ولكن النفوس قد ضعفت هذا في كلامه في وقته يعني في القرن السابع تقريبا كيف الآن طبعا في القرن بعدها بسبعة قرون أو ثمانية قرون السهولة أكثر ولكن فقد الآلة أو تحصيل الآلة أصبح أصعب نعم إذن قول المصنف عن مجتهد المراد كما قلت لكم الاجتهاد النسبي وهو مطلق الاجتهاد لا الاجتهاد المطلق قوله عند أصحابنا أي أصحاب الإمام أحمد هذا هو المجزون به عند أصحاب الإمام أحمد عند أغلبهم ممن نص عليه أبو الخطاب وبن عقيل وقال هو مذهب أصحابه نص على ذلك الكتاب الفنون والموفق بالمفلح والشيخ تقيدين وكلهم ينصون على ذلك القول الثاني نعم وجوزه وجوزه آخرون نعم قول المصنف وجوزه آخرون هؤلاء الآخرون من أشهر من نقل عنه ابن الحاجب وأصل كتابه وهو الآمدي والغزالي والقفال بل قيل إن هذا القول هو قول جمهور العلماء وهذه المسألة شغلت كثيرا من أهل العلم وقد ألف فيها السيوط كتابا في الرد على من أخلد إلى الأرض وزعم أن الاجتهاد ليس بفرض وهذا الكتاب مطبوع من نحو مئة سنة طبعه طبع في المطبع المنيرية وغيره وعني به كثير من طلبة العلم في الأزمنة المتأخرة وعلى العموم فالقول الأول قول حنابلة وإن قلنهم فرداتهم لكن وافقهم وغيرهم انتصر له السيوط في كتاب كامل فيرجع إليه ما هي تمرت هذا الكلام ذكر ابن عقيل في الفنون أن من ثمرة هذه المسألة أنه إذا قلنا إن العصر قد يعني يخل من مجتهد فإنه يترتب على ذلك أنه قد ينقطع الإجماع في عصر من العصور هكذا بنا عليه هذه المسألة وأيضا مسألة أخرى تتعلق بالاستفتة نعم مسألة ذكر القاضي وأصحابه لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد نعم هذه المسألة لما ذكر مصنف قبل أنه يبحث عن الأهل للمجتهد هل يجوز استفتاء غير المجتهد هذه هي مسألة الآن وذكر المصنف أن فيها أقوالا القول الأول قال ذكر القاضي القاضي يعني به أبو يعلى وأصحابه أي من كبار أصحابه كأب الخطاب وغيره أنه لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد ومعنى ذلك أنه لا يصح الفتوى إلا المجتهد وهذا هو القول الأول وعليه جماهير أصحاب إمام أحمد كما عبر المرداوي قال إن الجماهير أصحاب أحمد على هذا القول أن الأصل ألا يفتي إلا مجتهد وقبل أن ننتقل المسألة بعدها هذه المسألة من المساء المشكلة عندما نقول إنه لا يفتي إلا مجتهد ثم إذا نظرت في شروط الاجتهاد التي يوردونها في كتبهم تجد أن هذه الشروط قاسية جدا حتى إن بعضا من الشافعية وهو المناوي في كتابه الفرائد ذكر عن القفال الشاشي أنه قال إن هذه الشروط المذكورة في بعض كتب الأصول وجودها نادر كالكبريت الأحمر علق المناوي فقال قال هذا وهو القفال الذي تنسب له طريقة المراوزة من الخرسانيين شفوا رجل تنسب له طريقة يعني يعتبر من كبار أصحاب الوجوه عند الشافع ومع ذلك يقول لا تكاد توجد هذه الشروط وإذلك فإن الحقيقة أن هذه الشروط قد يكون التي توجد في بعض كتب الأصول ذكرتها في الدرس الماضي أو ذكرت ما ذكر عن المصدف منها قد يكون فيها مبالغة وقد ذكر ابن عقيل أن الأصوليين يبالغون في هذه الشروط إما تخويفا يكون قصدهم التخويف لكي لا يتسور على هذا العمل أي أحد وإنما يكون لهم مثابة المهابة فيخاف ويرتدع وإما لكي يجتهي الطالب العلم ليتحصل قدر ما يستطيع من شروط الاجتهاد وعلى العموم فإنه قد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن المتوسط من طلبة العلم إذا نظر في الأدلة استطاع أن يعرف الراجح من المرجوح قال وإن كان في كثير من المسائل يتوقف ويحتاج إلى من يرجع إليه فالمتوسط من طلبة العلم هو الذي تتعلق به هذه المسألة إذن فقولنا المجتهد ليس المجتهد المطلق عامة وإنما المتوسط كما قرره الشيخ تقي الدين فيكون هذا هو مرادهم أي الذي يستطيع النظر في الأدلة والترجيح بينها وعليه يحمل القول الثاني نعم وقيل يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر نعم هذا هو القول الثاني وأنه يجوز الفتيا لمن لم يكن بمجتهد بمذهب مجتهد يعني يحكي قول غيره إن كان مطلعا على المآخذ يعني مآخذ الأدلة أهلا للنظر أهلا للنظر فيها وهذا القول نسبه المرداوي لأكثر أهل العلم وهو ظاهر كلام حقيقة كثير من أصحاب أحمد كابن هبيرة والشيخ تقي الدين ظاهر كلامهم هو هذا أنه يجوز الفتوى لمن كان قادرا على النظر في الأدلة ولا يلزم أن يكون مجتهدا فيها نعم وقيل عند عدم مجتهد نعم هذا القول الثالث في المسألة وهو لبن حمدان أو نسب لبن حمدان أنه يجوز أن يفتا إذا فقد المجتهد نعم وقيل يجوز مطلقا نعم هذا القول الرابع أنه يجوز الإجتهاد مطلقا عفوا يجوز الإفتاء لغير المجتهد مطلقا سواء وجد مجتهد أم لم يوجد سواء كان هذا المقلد قادرا على النظر عارفا بالمآخذ الأدلة أو جاهلا بهما أو جاهلا بالمآخذ غير قادرا على النظر وهذا القول ذكر المرداوي أنه ظاهر كلام أبي إسحاق بن شاقلا وأنه اختاره ابن حمدان في الرعاية وأبو طالب البصري في الحاوي واختاره أيضا في الإيضاح وذكر بعد ذلك أي المرداوي أن هذا القول هو المرجح في هذه الأزمنة حيث فقد أهل العلم في أغلب الأمصار هكذا يقول قال وفي هذه الحالة فيكونوا مخبرا لا مفتيا وإذلك لما قسموا طبقات الفقهة بدءا من تقسيم أبي عمر بن الصلاح ثم النووي ثم جاء بن حمدان وعدل فيه قليلا فإنهم جعلوا من طبقات المفتين من يكون مجتهدا مطلقا ومن يكون مجتهدا في مذهبه ومن يكون مجتهدا في مسألة ومن يكون مجتهدا اجتهاد ترجيح فقط فيرجح بين المسائل فيكون داخلا في القول الثاني ومنهم من يحق له نقل الفتوى ومنهم من يكون فقيها ولا يجزله الفتوى وفي الطبق الأخيرة فبعض الفقهة فقيه له أن يعمل بما تعلم لكن ليس له النقل إما لعدم حسن تصوره للمسائل التي حفظها وعلمها أو لعدم حسن تصوره للمسائل التي يستفتى بها مسألة أكثر أصحابنا على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل نعم هذه المسألة تتعلق باختلاف المفتين عند المستفتي وقبل أن أبدأ بهذه المسألة لها حالتان أوردهما المصنف فنعرف الحالتين قبل الحالة الأولى إذا اختلف المفتون قبل السؤال والحالة الثانية أن يختلف المفتون بعد السؤال إذن قبل السؤال وبعده ويختلف الحكم بدأ أولا المصنف بالحالة الأولى وهو اختلاف المفتين وتعددهم قبل السؤال قال المصنف أكثر أصحابنا على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل معنى هذا الكلام أنه يجوز للمقلد العامي أن يتخير من المفتين قبل سؤالهم من شاء ما داموا جميعاً متأهلين للفتوى فيختار من شاء منهم ولو كان مفضولاً مع وجود الفاضل لأنه أحياناً قد يصعب عليه تمييز الفاضل من غيره ثانياً أن معرفة الفاضل من المفضول أمر نسبي الأمر الثالث أن الوصول للفاضل أحياناً قد يكون صعباً فإذا قلنا بلزومه ففيه مشقة وحرج وذلك قال المصنف أنه ابتداء قبل السؤال يجوز له أن يختار من شاء من المفتين فيأخذ بقوله وهذه المسألة هو عليها عامة أصحاب أحمد ممن نص عليها القاضي أبو الخطاب ابن مفلح البرهان ابن مفلح حفيده الحجاوي في الإقناع والبهوت كذلك وقال ابن مفلح أن أكثر أصحاب أحمد عليها هذا هو القول الأول في المسألة قول الثاني فضل خلافاً لابن عقيل نعم هذا القول الثاني وهو قول ابن عقيل وهو أن العامية ليس له أن يتخير في السؤال من شاء ابتداء وإنما يلزمه أن يبحث عن الأفضل وأن يقلده فيجب عليه البحث وعلّل ذلك قال لأن الظن بجواب العالم أنه يكون أقرب للصواب من غيره طبعاً والمراد بالأفضل هنا الأفضل باعتبار معيارين أولاً العلم والثاني الدين هذا معيار مشهور جداً المراد بالأفضل باعتبار أمرين الأمر الثاني أنه إذا سأل المستفتي أهلاً للفتوى فأجابه ولم تسكن نفسه لفتوى فهل يلزمه أن يسأل آخر أم لا؟ ذكر أن هذه ثمر لهذه المسألة ابن حمدان ثم رجح ابن حمدان وتبعه المرداوي بعد ذلك أن الأولى والأحوط إذا لم تسكن نفسه أن يسأل ثانياً وثالثاً ورابعاً حتى تسكن نفسه والحقيقة أننا إذا قلنا بقول ابن حمدان بسكون النفس لم فتح الباب وخاصة أن كثيراً من الناس يصاب بالوسوس فتجده لا يسأل عاشرة بل يسأل الناس جميعاً كل من رأى إمام مسجن سأله عن مسألته لربما وقع فيما فيه الحرج عليه والمشقة ولذلك الصواب هو ما ذكره المصنف ابتداء أنه إن سأل واحداً أجزاءه ولم يلزمه أن يسأل غيره ولو كان مفضولاً مع وجود الفاضل مع وجود الفاضل وهذا العليه مشايخة كان إذا سأل يقول سألت أحداً يعرف أنه قال خلاص أجابك فنان لا أجيبك انتهت لكي يكون من باب التربية أن الإنسان إذا سأل لا يكرر السؤال لأنه يترتب عليه الحرج الثاني سيأتي بعد قليل نعم الحالة الثانية وهي حالة نعم قبل أن أبدأ وهي حالة إذا سألهما وعرف الحكم عندهما فهل يتخير أم لا وقبل أن ننتقل لهذه المسألة التفريغ بين الحالتين مهم لأن وجدت بعض الناس لا يفرق بين المسألتين وينسب لأصحاب أحمد أنه يجوز له التخير مطلقاً حتى بعد السؤال والعلم وهذا غير صحيح لم يقولوا بذلك مطلقاً وإنما سيأتي خلافهم بعد قريب واضح المسألة إذن فرق بين المسألتين فلذلك دائماً أخذنا الكتب من غير تمحيص وتدقيق ومراجعة المسألة في أكثر من كتاب في نفس المسألة ما تتضح لك وجدت كثير من الناس حتى بعضهم متصدر للتدريس يقول إنه إذا سمع فتويين فله وكان متأهلين يعني المفتيين يعني المفتيين فله أن يختار من أيهما شاء لجواز تقليد الموضوع مع وجود الفاضل ما قالوا هذا على الإطلاق وإنما هو قول في المسألة وإنما هذا في المسألة الأولى قبل السؤال نعم قال فإن سألهما أي سأله مستحق الفتوى المتأهلين لها هذا هو الشرط نعم فإن سألهما واختلف عليه قوله واختلف عليه بمعنى أنهما لو سأل الثلين واتفق على الحكم لزمه أن يأخذ حكمهم وهذا واضح نعم واستويا عنده نعم قوله واستويا عنده يعني أنهما استويا عنده في الأفضلية هذا المراد إذ لو لم يكون مستويين عنده في الأفضلية فيلزمه حينئذ أن يأخذ بقول الفاضل وذلك قال أبو الخطاب وقال بن أبي زيد القيرواني وقال الغزالي وقال غيرهم إن فرض المجتهد النظر بين الأدلة وفرض المقلد وفرض المقلد النظر بين المجتهدين فينظر الأفضل باعتبار العلم والدين فيأخذ بقوله إذن لابد هنا إذا استوي عنده باعتبار الشخص قال بعض أهل العلم إن استوي باعتبار أيضا الدليل إذا كان له نظر ولو ضعيف باعتبار الدليل وهذا ألمح لها الشيخ والسلام قال إن بعض من عوام قد يكون معرفة بالدليل فإذا عرف الدليل دليل زيد وعمر يعرف أن هذا الدليل أقرب للكتاب والسنة طبعا بشرط أن يكون معظما للكتاب والسنة ليس الدليل الذي هو يذهب لأي دليل مصلحي أو غيره نعم ولكن على العموم الذي عليه عامة أهل العلم اتبع أيهما شاء نعم هذا القول الأول في المسألة أنه يتبع أيهما شاء فيكون مخيرا بشرط أن يكون مستويين نعم وهذا القول الذي نقله المصنف في أنه يتبع أيهما شاء عليه يعني كثير من أصحاب الإمام أحمد ممن جزم به الموفق والمصنف هنا وذكر المرداوي أن هذا القول هو الذي جزم به الشيخ تقي الدين بن تيمية قال وهو الصحيح هو الصواب هذا كلام المرداوي أنه يتخير مدام قد استويا عنده نعم وقيل الأشد نعم وقيل وقيل الأخف نعم هذا القولان في المذهب نسب القول بالأخذ بالأخف أو نسب القول بالأخف لابن البنة من تلميذ القاضي أبي يعلى ولكن هذان القولان متعارضان فكل دليل يستدل به للأشد يمكن أن يكون ردا لدليل من استدل بأنه يأخذ الأخف والعكس إذ الأخف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة والأشد يقول أن الشريعة جاءت بتكاليف وإذلك يقول الموفق إن هذين القولين تقابل فتساقط نعم القول الرابع ويحتمل أن يسقط ويرجع إلى غيره ما إن وجد وإلا فإلى ما قبل السمع نعم هذا قول احتمال وهذا الاحتمال أورده المصنف تبعا بالطوفي أنه احتمال والفرق بين الوجه والاحتمال كما تعلمون أن الاحتمال هو ما بني تخريجا على أصل أو على فرع لكن لم يجزم به لم يجزم به فإن جزم به أحد من أصحاب الوجوه صار وجها وهذا القول يبدو أن تخريجه متأخر وذلك لم يجزم به المصنف ولا الطوفي هذا الاحتمال في المذهب هو أن يسقط ويرجع ويرجع إلى غيره ما إن وجد أن يبحث عن دريل وإلا إلى ما قبل السمع والذي قبل السمع وهو الإباحة في العادات و سقوط التكاليف كذلك وقيل إنه يرجع إلى التقليد طبعا أنه غير أصحاب أحمد أنه يرجع إلى التقليد فيلزمه أن يقلد شخصا آخر طبعا يرجع إلى غيرهما أي يرجع إلى غير المجتهدين أو المفتيين الذين أفتياه أما الأدلة تعرض الأدلة سيأتينا الدرس القادم نعم مسألة هل يلزم العامية التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه فيه وجهان قال أبو العباس جوازه فيه ما فيه نعم هذه مسألة تتعلق بالتمذهب ومسألة التمذهب يعني مسألة طويلة ينبني عليها مسألة التقليد الميت وبنها شيخ السلام على مسألة التقليد الميت عموما التمذهب نوعان التمذهب للمجتهد والتمذهب للعامي التمذهب للمجتهد والتمذهب للعامي مذهب الإمام أحمد أن المجتهد لا يجوز له التمذهب في مسألة بعينها نعم قد يتمذهب باعتبار بعض الجزئيات كالأصول فيأخذ أصول مذهب معين أو يكون مجتهدا في مسألة دون مسألة أو باب دون باب على القول بجواز تجزئة الاجتهاد فحينئذ نقول يتمذهب في ذلك المسألة وأما ما ظهر له الدليل فيجب عليه الاجتهاد وقد جزم بذلك وجها واحدا أو نقل ذلك ابن مفلح في الفرود وقال لا يجوز له الاجتهاد وجها واحدا المجتهد لا يجوز له التقليد وجها واحدا لا يجوز له التقليد وجها واحدا وأما التمذهب بمعنى التعلم فهذه مسألة أخرى ليست المرادة هنا المراد هنا أمر آخر لذلك قال التمذهب بمذهب يأخذ عزائمه ورخصه يأخذ رخصه وعزائمه هذه عبارة المصنف يعني أنه يتمذهب ويقلد جزئيات المذهب قال ابن عباس جوازه فيه ما فيه نعم قوله هل يلزم العامية بدأ يتكلم المصنف عن العامي لأن المجتهد تكلمنا عن حكمه قبل قليل معنى اللزوم يعني أنه يجب على العامي أن يختار مذهبا ولا يجوز له مخالفته ولا الخروج عنه في جميع الصور وإن أفتاه غير مفتن وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي هل العامي له مذهب أم ليس له مذهب فإن في المسألة قولين والخلاف المورود هنا مبني على القول بأن العامي له مذهب نبه على سبب الخلاف ابن حمدان فقال إن الخلاف هذا المسألة مبني على من قال إن للعامي مذهب وأما من قال إن العامي لا مذهب له فإن هذا قول جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ تقيدين وغيره ينتصرون أن العامي لا مذهب له وإنما هم على مذهب من استفتوه من أهل بلدهم وذلك عندما نقول أهل تلك البلد على مذهب زيد أو عمر ليس بصحيح وإنما المراد مفتوها وعلماؤها وفقهاؤها فقط وأما العامة فالصواب أنهم لا مذهب لهم ولكن هذا قول من أقوال أهل بعض أهل العلم أن للعامي مذهب فرع عليه هل يلزمه التمذهب قال المصنف هل يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه لماذا قال يأخذ برخصه وعزائمه؟ لأن المجتهد قد يتمذهب لكن لا يأخذ برخصه وعزائمه يتمذهب في التفقه العامي لا يحتاج التفقه قد يتمذهب لمعرفة الأصول فيكون محاكيا في الأصول لطريقة معينة العامي لا ينظر في الأصول وإنما ينظر في الفروع الفقهية وهي التي يحتاجها قد يكون يأخذ ببعض أحكامه في بعض الجزئيات دون بعضها وذلك أكد المصنف على أنه يتمذهب ويأخذ بالرخص والعزائم دون ما عده نعم قال المصنف فيه وجهان أي أن هذه المسألة فيها وجهان قبل أن أبدأ عن هذه الوجهين أريد أن ننبل بيلمسألة وهو أن المذهب فيه طريقة تاني في حكاية الخلاف في هذه المسألة طريقة تاني في حكاية الخلاف فبعض أصحاب الإمام أحمد وهم الأكثر منهم المصنف وبالمفلح وأكثر الأصحاب على أن المسألة فيها وجهان وهو الذي سنشرحه بعد قريب الطريقة الثانية أن المسألة فيها وجه واحد ولا خلاف فيها وإنما فيها اختلاف أحوال فيقولون إذا كان من التزم المذهب وخرج عنه من غير دليل إذا كان أهل النظر في الأدلة أو من غير تقليد سائغ ومر معنى أنه يجوز سؤال المفضول مع وجود الفاضل فلو كان في البلد إثنان ينتسبان لمذهبين فعلى القاعدة الأولى أنه يجوز سؤال من ليس على مذهبه وهذه تختلفنا إذا كان من غير معرفة دليل اتباعا لدليل بقواعد صحيحة طبعا ليس بدعوة والأمر الثاني من غير تقليد سائغ والأمر الثالث من غير ضرورة فهذه لا تجوز وعليها تحمل ما نقل من عدم الجواز لا يجوز حينئذ تركوا هذا الرأي الذي عليه أهل بلده والذي يفتي به أهل بلد الذي هو متمذهب بهم إن قلنا إن العامية لهم أذهب الحالة الثانية إذا كان انتقاله للقول الثاني خالها فمذهبي بناء على تقليد سائغ طبعا دليل لا يتصور في العام لكن على تقليد سائغ أو لضرورة إما ضرورة خاصة أو ضرورة عامة ضرورة خاصة تبيح الميتة إلا ما اضطررتم إليه والضرورة العامة التي تنزل منزلة الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة فهذه يحمل عليها رواية الجواز إذن عندنا طريقتان قيل إن فيها وجهان وعليها أكثر الأصحاب والطريقة الثانية وهي طريقة الشيخ تقي الدين بن تيمية أنها وجه واحد في المذهب لا خلاف فيها وإنما الأحوال تختلف قال وقال بعض أصحاب أحمد إن في المسألة وجهين فذكر أن هذه الطريقة مختلفة وعلى المهم هي طريقتان في المذهب الخلاف في هذه المسألة طبعا المصنف رحمه الله تعالى ذكر الوجهين في المسألة وأطلق الوجهين ولم يرجح بين الوجهين والوجهان هما الوجه الأول نعبرنا بالوجه لماذا؟ لأن هذا ليست رواية منصوصة عن أحمد وإنما هي قول أصحابه الوجه الأول أنه لا يلزم العامية أن يتمذهب لا يلزمه أن يتمذهب لكن يجوز له أن يتمذهب وهذا القول هو قول جمهور أصحاب الإمام أحمد نسبه لجمهور أصحاب أحمد والشافعي الشيخ تقي الدين وممن نص على ذلك بن مفلح أو ممن جزا بذلك بن مفلح والمرداوي وذكروا أنه أشهر الروايتي وممن قاله أيضا ابن القيم وقال إنه الصواب المقطوع به أنه يجوز لا يلزمه ذلك ويجوز له أن يقلد غيره وممن قالها أيضا المتأخرين الشيخ يحيى بن عطوة أحمد بن يحيى بن عطوة أيضا قاله من علماء القرن العاشر رحمه الله تعالى الوجه الثاني أنه يلزمه التمذهب وهذا القول قال به بعض أصحاب الإمام أحمد ومنهم الآمدي الحنبلي والعجيب أن ابن حمدان ذكر أن هذا القول هو الأشهر في مذهب أحمد للأول وأما بن مفلح ومن بعد بن مفلح فيجزمون بأن الأشهر هو ما ذكر قال أبو العباس جوازه فيه ما فيه نعم قول مصنف قول أبو العباس يقتبر أبو العباس الشيخ تقي الدين جوازه أي جواز يعني المسألة كانت البحث فيها في مسألة ماذا في اللزوم هل يلزمه ذلك أم لا يلزمه الشيخ يرى عدم اللزوم بل تجاوز ذلك بل يقول إنه هل يجوز للعامي أن يتمذهب بمذهب يقول فيه نظر حتى الجواز وقوله فيه نظر فهمها أصحاب أحمد أنها توقف من الشيخ تقيدي وليس جزماً بعدم جوازه وإنما هو توقف منه إذن المسألة فيها حالتان الحالة الأولى هل يلزمه وفيها الخلاف الذي ذكرته قبل قليل على خلاف في طريق في حكايته الأمر الثاني هل أن بعض الناس خالف هل يجوز أصلاً أم لا يجوز نعم وهذا هو الصواب الأقرب أنه يعني لا يلزم وإن قال بقول الشيخ تقيدي أنه لا يجوز أيضاً فهو متجه كذلك فإنما العامة بأشياخهم الذين يستفتونهم والنظر في قضية هل يلزم التمذهب إنما هو المفتي المتآهل لبعض يعني المتوسط وأما العامي الذي لا يستطيع نظر في الأدلة فهو الذي لا شك أنه يعني لا يلزمه لكن هل يجوز له ذلك أيضاً فيها نظر كما قال الشيخ نعم مسألة ولا يجوز للعامي تتبع الرخص وذكره ابن عبدالبر إجماعاً نعم هذه المسألة في قضية تتبع الرخص وتتبع الرخص يختلف فيها طريقة العامي عن طريقة غيره أما طريقة غيره من من يستطيع النظر في الأقوال فإنه ينظر في الأقوال أو ينظر في الأدلة وينظر ما أنتجته فيأخذ بما وافقه وهذا غير جائز وأما العامي فتتبعه الرخص يكون باستفتائه لأكثر من شخص وقلنا إذا اختلف عنده المفتون فإنه إما أن يتخير طبعاً أول شيء يجب عليه أن يختار الأفضل فإن استوى عنده فإما أن يتخير وإما أن يأخذ بالأشد على قول أو الأسهل وهو ضعيفان والأقرب أنه يتخير بينهما إذا استوى وأما إذا لم يستو فليس له أن يتخير وهو تتبع الرخص أن تتبع الرخص للعام يكون بأن يأخذ قولاً من رجل لكونه سهلاً لا لكونه أفضل أو لكونه متأهل للفتوى فسأله ابتداء والمراد بالرخص هنا ليست الرخص التي سبق ذكرها وإنما الرخص هنا بمعنى التي تكون أسهل سواء كانت واجبة أو ليست بواجبة قال ذكره ابن عبدالبر إجماعاً وأطال عليها ابن عبدالبر في كتابه العظيم الجليل الذي يجب على طالب العلم أن يعنى به وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله وهذا الكتاب حري بطالب العلم أن يقرأه وخاصة في بداية طلبه العلم لأنه من الكتب العظيمة وقد اختصر يعني شخص طبع اختصاره قديم أظنه أعيد طبع طبع من مئة سنة أظنه أنه الأندلسيين القرطبي أو غيره لكن نسيت اسمه موجود للاختصار يعني حذف الأسانيد وحذف بعض من تعدد الألفار ويفسق عند إمامنا وغيره نعم ويفسق أي متتبع الرخص سواء كان عاميا أو غير عاميا نعم وحمله القاضي على غير متأول أو مقلد نعم قوله وحمله القاضي أي أبو يعلى على غير المتأول إذا كان متأولا إذا كان مجتهدا متأولا أو مقلدا يعني إذا قلد غيره قوله وفيه نظر هذا الكلام هو كلام ابن مفلح أن فيه نظر وبنى ابن مفلح كلامه على أن بعض أصحاب الإمام أحمد قالوا إن من أخذ بالرخص هل يفسق أم لا فيه روايتها ثم قال كذا قال كذا قال فهو لم يطلق هذا في كل شيء وإنما يطلقه في مسألة الدليل في مسألة الدليل فقد ذكر أن بعضهم يقولون إن العامية لا يفسق فيما قوي دليله فتنظير ابن مفلح يقول إن العامي ليس له النظر في الدليل حتى وإن قوي الدليل ليس له حق النظر فيه ابتداء ما دام ليس متأحلا إذن هذا هو التنظير الذي ذكره ابن مفلح وتبعه المصنف نعم مسألة المفتي يجب عليها أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا نعم هذه المسألة فيما يتعلق في المفتي سواء كان قد أفتى باجتهاد مطلق أو باجتهاد جزئي أو باعتبار تقليده لغيره وإحنا هنا قلنا إنه يجوز على قول جزم به صاحب الإنصاف استفتاء المقلد يقول المفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده تقليدا أو اجتهادا فيما له وعليه فيما له وعليه إجماعا هذه المسألة حكى الإجماع عليها كثير من أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين كما نقل في الفروع وتبعه جماعة ومنهم الحجاوي والمرعي وغيرهم كثير ويقابل هذه المسألة عدد من الأشخاص أول هؤلاء الأشخاص من يفتي بما له ولا يفتي بما عليه وذكروا لذلك مثالا أورده أبو الوليد الباجي في بعض كتبه فقد ذكر أبو الوليد الباجي أن بعض أصحابه كان يفتي الناس بفتوى فإذا سأله صديق يحبه أفتاه بالسهل الذي يكون له لا عليه إذن فقوله فيما له وعليه يعمل هو ويفتي به كذلك وهذا لا يجوز وهو باطل قال أبو الوليد الباجي وهذا باطل بالإجمع وهذه المسألة التي نقلها عن بعض أصحابه يعني هي محل يعني نظر كثير جدا عند بعض الناس وأصبحوا يدرسون هذه الحالة يقابل ذلك أيضا مسألة الإفتاء بالاحتياط هل يجوز للمفتي أن يفتي غيره بالاحتياط أم لا بمعنى أنه يرى الجواز ثم يفتي غيره احتياطا يقول من باب الوراء يقول أهل العلم إن الإفتاء بالاحتياط أو الأخذ به له أحوال الحالة الأولى أن يكون قد اعتقد عدم الاحتياط وإنما أخذ الاحتياط وراء فيكون قد أفتى به غيره فهذا ليس بجائز وهذا هو المراد وقد أطالب نقيم عليه لا يجوز لشخص أن يفتي غيره بالأشد مع قناعته بالأسهل حرام لا يجوز مطلقا لا يجوز له ذلك لأنه مدام قد ظهر له الأسهل فليس له أن يفتي بالاحتياط الحالة الثانية أن يكون قد ظهر له الأسهل لكنه يعمل هو بالأحوط وهو الأشد ويفتي غيره بما ظهر له فقالوا هذا يجوز هذا يجوز أن يعمل هو في خاصة نفسه بالاحتياط فالإنسان يحتاط لنفسه ديانة بينك وبين الله وأما غيرك فلا من أمثلة ذلك عند أحمد أحمد كان يتورع من بعض الأمور منها الطعام الذي يأتي به ابنه صالح بن القضاء فصالح ولي القضاء وأحمد أيضا ولي القضاء بعد وفاة أبيه فكان يتحرج من هذا الطعام لأن أحمد يرى أنه لا يجوز أخذ المال على القرب لكنه لم يكن يمنع أهل بيته من أن يأكلوا من تنور صالح فالإنسان في عمل نفسه يحتاط ويتورع وأما لغيره فلا ولذلك بعض الناس قبل أن ننتقل الحالة الثالثة بعض الناس وهذه شهرت عن بعض المفتي أنه يقول هناك فتوى خاصة وفتوى عامة فإن سألني أي أحد أجبته بي الأشد بإجاب الفدية وأما أنت فلان لأنك أخي وصديقي وأحبك فإني أفتيك بالأسهل وهذه وإن شهرت عن بعض الناس في هذا الزمان إلا أنها شر عظيم لا شك ولا يجوز ذلك فإن المفتي يجب عليه أن يعمل في خاصة نفسه ويفتي غيره بموجب اعتقاده بما له وعليه نعم في خاصة نفسه قد يفتي نفسه بالأحوض الحالة الثالثة الأخيرة عشان الوقت وهي قضية أنه يجوز الإفتاء بالاحتياط سدًا للذريعة لا على العموم وإنما على الأفراد يعني مثلاً بعض الناس يعلم أنك إن أفتيته بفعل بعض المكروهات وقع في الحرم تعرف من طبعه وحالته ذلك مثل ما قال أحمد الذي يترك السنن الرواتب وتركها مكروه الذي يترك السنن الرواتب رجل سوء فشدد في هذه الكلمة لبعض الناس لعلمه أنه ربما إذا ترك هذه النوافل السنن الرواتب ربما ترك الفرائض فبعض الناس لما تعلمه من حاله قد تشدد عليه في مسألة لكن لا يكون حكماً كلياً وهذا معنى قول سفيان ابن عينة التشديد أو الاحتياط كله نحسنه وإنما الفقه عندنا الرخصة من الثقة نقالها أبو طاهر القيسراني في أول كتاب السماع لما أراد أن ينتصر لمسألة السماع وأنها جائزة نعم مسألة إذا استفتل عامي واحداً فالأشهر يلزمه بالالتزامه نعم يقول مصنف مسألة هذه المسألة تكلم عن قضية استفتاء العامي بأكثر من شخص مر معنا أن المستفتي إما أن يسأل شخصاً وإما أن يسأل أشخاصاً وأنه إذا سأل شخصاً واحداً فقط ولم يسأل غيره جاز له أن يسأل الفاضل وجاز له أن يسأل المفضول نحن نتكلم الآن إذا سأل شخصاً هل يلزمه هذه الفتوى أم يسأل غيره قبل أن نذكر كلام مصنف يجب أن نقسم تقسيماً مهماً لهذه المسألة تتضحي نقول أن هذه المسألة لها حالة الحالة الأولى أن يستفتي العامي مفتياً ثم يعمل بالفتوى ففي هذه الحالة حكي الاتفاق بين أهل العلم وأنه ليس له الرجوع إلى فتوى غيره بعض الناس يبدأ في مسألة في بيع وشراء فيستفتي من يثق في ديانته فاضلاً أو مفضولاً ثم يعمل بها في إبطال عقد أو تصحيحه أو غير ذلك من الأمور متعلقة بي أو إعادة عبادة ونحو ذلك ثم بعد ذلك يسأل غيره فهل يقول أنني أبطل تلك العبادة وقضيتها وأعتبر الزكاة تلك صدقة من الصدقات وأعتبر ذلك النظر كذا وكذا وكذا نقول لا مدام قد عمل بها فإنه تلزمه وإن سأل غيره لا يرجع لي فتوى الثاني هذا باتفاق ممن حكل اتفاق جماعاً منهم ابن الحاجب والصفي الهندي والمرداوي وغيره الحالة الثانية إذا لم يعمل المستفتي بالفتوى فهل يلزمه العمل بها مباشرة أم يجوز له أن يسأل غيره هذه المسألة هي التي قصدها المصنف وهي التي فيها الخلاف وفيها قولان القول أول قال المصنف الأشهر يلزمه بالتزامه وهذا هو الصحيح من المذهب كما قال المرداوي إن لم يعمل بها شبين محل الخلاف إن لم يعمل بها فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه وهذا الذي عليه أكثر أصحاب أحمد وهناك رواية أخرى مقابلة لها أنه لا يلزمه بل يجوز له ذلك ونقلها في الإنصاف عن بعض أصحاب أحمد مسألة للمفتي رد الفتوى وفي البلد غيره أهل لها شعاع نعم هذه المسألة متعلقة بمسألة امتناع المفتي من الفتوى امتناع المفتي من الفتوى امتناع المفتي من الفتوى له حالة ثانة أو رده من مصنف الحالة الأولى إذا كان في البلد غيره ممن هو أهل للفتوى سواء كان أعلم منه أو مثله أو دونه والحالة الثانية إذا لم يكن في البلد أحد بدأ في الحالة الأولى وهو إذا كان في البلد غيره ممن هو أهل لها شرع أن يقوم مقامه في تلك الفتوى ويقضي عنه ما وجب عليه من تعليم العلم لأن تعليم العلم واجب فإن طلب العلم واجب وتعليمه كذلك يكون واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وذكر المصنف أنه له ذلك وهذه المسألة فيها روايتين عن مذهب أحمد الصحيح ما جزم به المصنف وهو الذي عليه جماهير الأصحاب أنه يجوز له أن يرد الفتوى ومما نقل أو مما قيل إن أحمد قد قال بذلك فقد نقل أبو داود في مسائله أنه قال قلت لأحمد الرجل إذا سئل عن المسألة فهل له أن يدل على إنسان آخر يسأله أم لا فقال الإمام أحمد إذا كان الذي أرشد إليه يتبع ويفتي بالسنة يعني بشرط أن يكون متأهلا فهو يتبع ويفتي بالسنة قال فقيل لأحمد إنه يريد الاتباع ولكن ليس كل قوله مصيب قد يكون مفضولا فقال أحمد ومن يصيب في كل شيء فقيل له يفتي برأي مالك فقال لا تتقلد من مثل هذا بشيء قوله لا تتقلد من مثل هذا بشيء ليس ذما لمذهب مالك كما قال بمفلح وإنما معناه هو حديث خاص لأبي داود وأصحابه أنكم لا تقلدون أحدا قد يأتي إشارة لها ربما نعم إذن قوله والمفتي رد الفتوى هذا هو مشهور لإمام أحمد وقد نص عليه في أكثر من مسألة فيها رواية ألمح لها لكن من أشهر من شهر عن هذا القول الحليمي صاحب المنهاج من الشافعية فإنه قال ليس له أن يرد ولو كان في ذلك أحد في بلد غيره الحالة الثانية قال مصنف نعم وإلا لزمه وإلا لزمه أي وإن لم يكن في البلد مفت آخر يستطيع أن يفت الناس وهو متأهل للفتوى ولو كان مفضولا لزمه لأنه مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا قال ذكره أبو الخطاب وابن عقيل أي أنهما ذكر هذا القول وقطع نقل يعني بعضهم أنه قطع به الناس بعدهم يعني الناس قلدوا ابن عقيل وقبلها أبو الخطاب واتبتعلمون أن يعني أبو الخطاب بالذات كلامه في الأصول كثير من الحنابلة يحاكيه ويقلده فيه ومن أكثر يعني من قلده أيضا الموفق الموفق ينقل عنه بالخطاب كثيرا جدا نقل عنه كثير جدا واستفاد منه وذكر في أول الكلام أن الذين عليهم الاعتماد في مذهب أحمد في الأصول تقريبا خمسة أو نحوهم نعم وذا يزموا جوابه ما دم يقعه نعم هذه المسألة من المسائل المهمة وهي مسألة جواب ما لم يقع طبعا قبل المسألة السابقة في نسية الآن ذكر بعض المتأخرين أنه لما قالوا أنه يجوز الإحالة قالوا من باب أولى أنه إذا خشي من الإجابة فتنة إما على نفسه أو على غيره وذلك قال الخلوة في حاشياته على المنتهى لما ذكر هذه المسألة صاحب المنتهى قالوا وكذا لو خاف من غائلة الفتوى فبعض الناس قد يفتي لأمر معين يرى فتنة قريبة أو بعيدة أمرا معينا فيمتنع من الفتوى لأي طريق فقد يحيل إلى غيرها أو يمتنع بعدم الإجابة ونحو ذلك المسألة التي قرأها القالة بزار الله خير وهي قوله قول مصنف ولا يلزم جواب ما لم يقع هذه المسألة المسألة المهمة جدا وقد جاء فيها كثير من الآثار عن السلف رضوان الله عليهم وجمعها من قيم في علام الموقعين وقد جاء عن أحمد الكثير من المسألة من ذلك ما جاء نقلها يعني بمفلح تقريبا أربع وخمس مسائل مثلا ذلك أن مهنى سأل الإمام أحمد عن مسألة فغضب أحمد أشد الغضب ثم قال خذ ويحك فيما تنتفع به وإياك وهذه المسائل المحدثة وخذ فيما فيه حديث وسئل عن مسألة فقال أحمد ليت أن نحسن ما فيه الأثر فقط وقد جاء عن السلف النهي كثيرا عن سؤال مسائل أرأيت أرأيت ومذهب الإمام أحمد المنصوص عنه والمجزون به المنصوص عنه أي عن أحمد والمجزون به في كتب أصحاب أحمد المتقدمين والمتأخرين مثل صاحب الإنصاف والمنتهى وغيرهم أنه لا يلزم الجواب عما لم يقع والجواب عما لم يقع يقولون هو درجات بعضه جائز وبعضه مكروه وبعضه محرم فأما المحرم فهو المقصود به التعنت والسؤال عن دقائق المسائل مثل أن رجلا سأل أحمد عن يأجوج ومأجوج أهم مسلمون أم ليسوا بمسلمين فقال الإمام أحمد هل أحكمت العلم كله إذا أحكمت العلم كله اسأل عن هذه المسائل أو نحن ما قال أحمد هذه المسألة الأولى الحالة الثانية متى يكره قالوا وهذا نص على الكراهة ابن هبيرة أنه يكره إذا كانت المسألة لا تعني الشخص أو كانت المسألة لم تقع بالكلية فنص ابن هبيرة أن المرادة حينئذ بها الكراهة وأما إذا كانت من باب التعنت أو ما لا يتصور وقوعه فإنها حرم لأنها تكون مسائل فرضية الأمر الثالث التي تكون جائزة قالوا إذا كانت من باب التعلم مثل كد الذهن لمعرفة القاعدة وقد يكون هذا المتعلم هو المفتي أو المجتهد أو العالم لكي ينظر لوازم هذه القاعدة أو المناط أهو صحيح أم ليس بصحيح وقد يكون للمتعلم لكي يعني يعرف التفاريع المخرجة على هذا المناط أو هذا الأصل الكل وهذه المسألة كما ذكرت لكم أن ابن القيم قال إنها تفصيلها قريب يعني تفصيل ابن القيم قريب بما ذكرته وإنما ذكرته يعني مجموع كلام العلماء ومنهم أصحاب إمام أحمد وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه أي نعم ولا يجوز ولا يحتمل طبعا هم قول المصنف وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه أي لا يلزمه الإجابة قبل أن نبدأ في أو خل نجعلها للأخيرة ما معنى لا يحتمله قوله لا يحتمله السائل ولا ينفعه لا يحتمله أي لا يحتمله عقله فإن بعض الناس لا يحتمل عقله بعض الأحكام وبعض الأخطر وقد جاء أن علي رضي الله عنك من في مقدمة صحيح مسلم أنه قال ما أنت بمحدث أقواما حديثا لا تدركه عقولهم إلا أصبحوا له مكذبين وجاء عبد المسعود أنه قال يكون لهم فتنة فبعض الناس عقله لا يحتمل ذلك إما لأمر أو لآخر قد يكون لجهله وقد يكون لعلمه ببعض الأشياء ولذلك بذل العلم لبعض الناس وإن زعم أنه متعلم ببعض الأمور تكون فتنة له فلا تخبره بها على سبيل المثال الخلاف كما ذكر أبو عمرو الصلاح لا يذكر لبعض الناس الذين يبحثون عن الرخص فلا تقل مسألة اختلف فيها فإن فيها قول فإن بعض الناس يبحث عن الرخص فإذا علم بالرخصة تبعها فلا يخبر بالخلاف أحيانا بل يجزم به وذلك قال أبو عمرو الصلاح في كتابي في أدب المفتي الأصل أن الفتو لا يكون فيها خلاف فحينئذ لا يحتمل السائل معرفة الخلاف أيضا بعض المغيبات كما نقلت لكم عن علي بمسعود رضي الله عنهما قوله ولا ينفعه أي المسألة التي لا تنفعه مما لا يزيده فقها ولا علما وتكون لغيرة لأنه ربما يستصعب العلم وربما يكون ذلك سببا في بعض الحرج عليه قول مصنف وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه عطفها على الجملة السابقة وهي قوله ولا يلزم فظاهر كلامه أنه لا يلزم وعدم اللزوم معناه أنه جائز وفي المذهب روايتان أو قولان في المذهب نقل القولين صاحب الإنصاف القول الأول أن ما لا يحتمله السائل ولا ينتفع به يستحب إعلامه به يستحب والوجه الثاني أنه يكره من باب الكراهية فقط قال صاحب الإنصاف وهو ظاهر كلام أحمد أنا أقول وهو ظاهر السنة كذلك وهو ظاهر السنة أنه لا يستحب بل يكره وخاصة ما لا يحتمله أما ما لا ينتفع به فقد أحيانا ينقله على غير وجهه فكذلك الأفضل أن لا يخبر به نعم مسألة قال ابن عقيل لا يجوز للمفتي لا يجوز أن يكبر المفتي خطه نعم هذه مسألة متعلقة بأدب المفتي ناسب أن يذكر المصنف في ختام الباب فقال قال ابن عقيل ابن عقيل هذا له كتاب اسمه المنثور مفقود ذكر فيه فصلا في أحكام الفتوى ومما ذكر فيه هذه المسألة قال لا يجوز أن يكبر المفتي خطه قديما كانت الفتوى ترسل في رقاع يعني في ورقة يكتبها المستفتي وكان الورق من أغلى ما يكون وأنتم تعلمون أنهم قديما كانوا يمحون الحفرة ليكتبوا فيه مرة أخرى وأن بعض أهل العلم كان قد ورث مالا فبذل هذا المال في ورق يستكتب وينتسخ فيه العلم فالورق قديما كان يأخذ حيزا كبيرا جدا ولكن أنا سأشرح المسألة فيما يتعلق بها قديما وما يناسبها من حيث المناط في وقتنا فبن عقيل أو نقل عنه المصنف أنه لا يجوز يحرم أن يكبر المفتي خطه يعني يكتب بخط كبير على الفتوى السبب لأن فيها اتلافا للورق والمال من غير حاجة فإنه لا يحتاج إليه وينبني على ذلك أنهم يقولون لا يسترسل في كتابة ما لا حاجة له وإذلك إذا نظرت يعني فائدة هذه الفتوى أنك إذا نظرت في فتاوى بعض العلماء المتقدمين تجد أن خاصة قبل القرن السادس أو السابع قبل السبعمائة تقريبا وستمائة تجد أن فتاويهم قصيرة لا تتكاد تتجاوز سطرين أو ثلاثة وأن هذه الفتاوى الطويلة إنما جاءت بعد ذلك في القرن الثامن ربما التاسع أصبح الإسهاب في إجابات الفتاوى يظهر ذلك في الفتاوى المطوعة في تلك القرن هذا ما يتعلق به ما يتعلق بزماننا هذا نقول إن هذه التي ذكرها المصنف بنيت على قاعدة ومناط وهو أنه لا يجوز جعل المستفتي يخسر مالا لأجل فتوى من غير حاجة وبناء على ذلك فإن خسر مالا في اتصال بالهاتف فاختصر عليه في الإجابة وخاصة إذا كان المستفتي يتصل من خارج المملكة مؤنتها غالية جدا الأمر الثاني إذا كانت الفتوى تحتاج منه وقت فلا تتعبه في الترداد ذهابا وعودة فأنتم تعلمون أنه بطبيعة الحياة في هذا الوقت أن الترداد يجعل المرء يخسر وقتا ربما استأذن ربما تركه وأغلب النظام الشركات الآن وأغلب الناس الآن توجههم الشركات يعاملك خرجت بالساعة يخصم عنك بالساعة فكثير من الشباب يذهب لكي يراجع المفتي ربما إذا سلزم حضوره أنه يجعله يخسر مالا فالمقصود من هذه القاعدة لا تجعل الشخص يبذل مالا من غير حاجة فهذا هو مرادهم ومناطب ويمكنك أن تخرج عليه أو على هذا المعنى الشيء الكثير نعم آخر جملة قال وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الْفُتِيَةِ فِيْسْمِ مُشْتَرَكِ إِجْمَاعًا نعم قوله قال أي بن عقين لكن فائدة الفرق بين هذا القول والقول السابق أن القول السابق في كتاب المنثور والقول الثاني قاله في كتابه الفنون ولم يقوله في المنثور قال وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الْفُتِيَةِ فِيْسْمٍ مُشْتَرَكٍ إِجْمَاعًا بل الواجب على المفتي أن يعني يجعل الفتوى واضحة بينه ولا يعني يجعلها مشتركة وذكروا في ذلك طرائف وردوا هم باب ذكر أهل العلم لها ممن ذكر هذه الطريفة صاحب الكشاف فقال لو سئل المفتي هل له أن يأكل بعد طروع الفجر أم لا تعلمون أن الفجر نوعان فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني قال ومسألة أبي حنيفة مع أبي يوسف وأبي الطيب معلومة هذه قصة بحنيفة يذكر أن أبا حنيفة أرسل شخصا يسأل أبا يوسف تلميذه عن شخص دفع ثوبه إلى قصار فقصره ثم جحده هل لهذا القصار العامل أجرة إذا عاد وسلمه لربه أم لا يعني رجع عن جحوده فسلمه وقال أبو حنيفة للسائل إن قال أبو يوسف نعم فقل له أخطأت وإن قال لا لا يأثم فقل له أخطأت فذهب هذا الرجل لأبو يوسف فقال أبو يوسف إن كان قد قصره قبل جحوده فلا وإن كان قصره بعد جحوده فنعم لأنه يكون قد قصره لنفسه فحينئذ لا تكون له أجرة وقصة أبو الطيب لذكرها أيضا أخرى فقد جاء أن أبو الطيب الطبري وهو مشهور صاحب التعليقة يعني نشر الآن إن شاء الله تخرج كتابها التعليقة وكتاب التعليقة قلت أكثر مرة ينقل منها القاضي أبو الخطاب القاضي صرح باسمه التعليقة وأبو الخطاب صرح باسمه في الانتصار فلعله إن شاء الله إذا طبع الآن قريبا يعني نرى إن شاء الله خيرا كثيرا وهم كبار فقهاء المسلمين أبو الطيب الطبر الشافي ذكروا أن أبو الطيب اختبر بعض طلابه في رجل باع رطل تمرن برطل تمرن فقال بعضهم جائز فقال أخطأت وقال بعضهم الآخر غير جائز بل هو ممنوع فقال أخطأت فخجلوا جميعا قال إن تساويا كيلا جاز ما معنى كلامه الرطل أحيانا يعامل بالوزن وأحيانا يعامل بالكيل فكلمة رطل مشتركة بين الكيل والوزن فيجب على المفتي أن يعلم المعيار والمعيار في الربويات إنما هو الكيل بذلك نكون نهينا بحمد الله عز وجل مباحة الاجتهاد والتقليد أسأل الله عز وجل التوفيق والسدادة والإعانة للجميع وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد يكون بقي لنا بإذن الله عز وجل درسان يعني ممكن درس لكن ادعى درسين أحسن أريح للصوت والجهد في مسألة الترجيح بين الأدلة إذا تعارضت إذا قيل بتعارضها وإن شاء الله سيأتي إن شاء الله الكلام عنه في الدرس القادم والذي بعده ثم إن شاء الله عز وجل ننبهون الإخوة جزاهم الله خير أنه سيرسل رابط بإذن الله عز وجل هذا الرابط يعني يكون فيه صفحة أظن كل من حضر الدروس كلها أو نصف الدروس فما زاد نحن 44 درس تقريبا أظن يعني 12 درس فما زاد يكتب اسمه عند الإخوان الاسم الذي يريده يعني على حسب اسمه والحضور سواء كان حضوره بجسده أو حضوره بالسماع أيضا أخوان قالوا أيضا من يحضر معنا فيه بالسماع كذلك فإنه يكتب اسمه وإن شاء الله عز وجل ويكتب هل حضرته أم لا حضورا أم سماعا يكون أجود وإن شاء الله يترتب إن شاء الله الشهادة والإجازة بإذن الله عز وجل في الدرس بعد القادم الرقم عندكم رابط ضن نكتروني في كوجل أو في غيره عاد أنتم أعلى يعني هذا مسألة يقول في حي يصلون فيه الجمعة هل يجوز ذلك أم لا المفتى به أنه لا يجوز صلاة الجمعة الثانية في البلد إلا بإذن الإمام وأما الجمعة الأولى لو كانت القرية ليس فيها إلا جمعة واحدة فلا يشترطوا فيها إذن الإمام وأما إذا كان فيها أكثر من جمعة فلا بد من الإذن فالأصل أنه لا يجوز التجميع فتكون الصلاة باطلة ربما هذه الأيام أنا لا أعرف ما هو نظام الوزارة يتساهلون فلعل تأكد الأخ هل يتساهلون في هذا المصلى الذي عنده أم لا عن طريق الوزارة نعم أنا مسألة الحج والعمرة أعذروني لسه هذا وقتها يعني أخونا هذا يتعلق بالدرسنا يقول كثير من المسألة في هذا الوقت عرف الناس أن فيها خلاف فهل يكون العامي قد سأل أكثر من عالم لا معرفة الخلاف ليس كسؤال العالم لا لا فرق سؤال العالم أن يكون قد سأل شخصا بعينه فيذكر له مسألة فيجيبه ثم يسأل آخر كذلك الذي يلحق بها من وجه وأنا لا أراه ذلك فيما لو قرى فتاوة هذه التي تأتي عن طريق النت هل تكون فتوى بمثابة الفتوى له أم لا أنا في نفسي شيء لأن العلماء يقولون إن بعض الفقه لا يجوز له نقل الفتوى فكيف بالعامي أن ينقل الفتوى وخاصة أن بعضا من الناس لا يعرف المفتين الذين ينقل فتوى أنا أذكر أن رجلا سألني مسألة مرة في مسألة قريبة صدر فيها قرار مجمع الفقه قديم سؤال قديم من أكثر من عشر سنوات فقلت له أن هذا لا يجوز ولا أعلم أحدا يقول بجوازه طبعا هي مسألة حادثة وليست قديمة قال وجدت من يفتي بالجواز فيها خلاف وسأذهب له فقلت له من المفتي؟ قال ما أدري قلت بحث فبحث وجد اسم لا نسيته الآن فكان أمامي مثل ليس دائما لكن كان أمامي في ذلك الوقت لما فتحت وجدت أن هذا الرجل الذي يعني أخذ بفتوى ورأى أنه من الخلاف السائغ ليس من أهل السنة بل إن الطائفة التي ينتسب إليها يذمونه ويرون أنه ليس من أهل العلم في طائفتهم فالآن قضية النقل من النت هذا مشكلة فيتكلم من ليس بأهل ومن ليس معتقدا اعتقادا صحيحا بل هم من أهل بدع وينسب لهذه الأمور يقول ما مراتب من كان أهل الفتوى ومتى يعرف طالب العلم أنه صار أهل لذلك يعني هذه باختصار شديد للدرس المراتب اختلف بعض ما أوصلها ثلاثين وبعضهم سبع والحقيقة أن هذا التقسيم نسبي ليس دقيق لكن عموما يدلنا على اختلاف النس باعتبار الأوصاف ابن كمال باشا له كتاب الطبقات هذا الذي له كتاب حانا في نسيت المرجاني نعم المرجاني الذي له كتاب الرؤية رؤية الهلال ذكر في آخره كلام الطبقات ابن حمدان صاحب الانصاف مجموعة النووي ولكن على العموم كيف يعرف الشخص ذلك بعلامات أولها بعلمه ويعرف العلم بأشياء أولها المحفوظ فلابد من الحفظ وهذه مرت معنا لا بد من حفظه إما القرآن كاملا أو الكلام الذي تكلمنا فيه في قضية يكفي جزء منه أم لا كذلك الحديث لا يمكن أن يكون شخص مفتي لا حفظ عنده هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن من خصائص هذا الدين وانتبه لها المسألة أنه يأخذ عن أهله كما قال أحمد وقبل أحمد ابن المبارك الإسناد من الدين فإن قيل عن من بقي مجرد أن الشخص يجلس في غرفة ويغلق على نفسه ويحفظ كتب لا يكون عالما يجوز إفتاؤه يجوز استفتاؤه ولا تقبل فتوى بل لا بد أن يكون قد أخذ العلم عن أهله لا يلزم أن يكون جالس بطريقة معينة ولكن الأخذ عن أهل العلم كثير وذلك قال الحديث الذي عنده بماجه تسمعون ويسمعون منكم تسمعون الحديث تسمعون الفقه كذلك وذلك الإسناد من الدين فإن قيل عما بقي وكثير من الأخوان فترة من الفترات كانوا يقرؤون من الكتب ويأتون بفتاوى أقرب من الغراب يفهم الكلام على غير وجهه وهذا مشكل هذا المعيار الثاني المعيار الثالث الذي ذكره أهل العلم وهو أن المرء يثنى عليه من أهل العلم وذكرت كلام مالك رحمه الله تعالى ما أفتهت حتى شهد لي سبعون معمما نقول من أهل العلم لا جميع أهل العلم كذلك ما يعرف به الناس سبحان الله العلم يظهر صداء ما في بطاء القلوب يظهر لا يمكن أن يكون الشخص عنده علم ولا يظهر حافظ القرآن يظهر في لسانه في نطقه أحيانا يعني أسمع ناسا لا أعرف وجوههم مجرد كلامه معي بالتلفون أقول أنت حافظ لكتاب الله يقول نعم طريقة مخائرج الحروف عنده غريبة صاحب القرآن يتغير حتى مخرج الحرف عنده أو كثير منهم إن شاء الله لا أقع عش لا يكون شرطا نعم إذن المقصود أن من كان عنده علم لا بد أن يظهر في لحن القول لحن القول يعرف السيء والحسن منها الحسن صاحب العلم يعرف فلا يمكن كما يدعي بعض الطرقية وبعض الملامية أن الشخص يكون عنده من الأقطاب ومن الأبدال ولا يعرفه أحد هذا لا يمكن لا يمكن الدين ظاهر وأصحاب الدين ظاهرين وهذا الحديث استدل به من قال في مسألتنا أن الاجتهاد لا بد أن يكون قائما في كل عصر فلا بد أن يكون الدين ظاهر وأهل العلم ظاهرين ويعرفون لكن قد يعرفوا شهرة زائدة وقد يعرفوا في دائرته فهذه أيضا تعرف من الأمور ذكرنا قلت لكم كلام صاحب الإنصاف يقول هذا رجل عليه دين وأراد أهله أن يتصدقوا عنه بذبح إجر فهل يقبل منهم ما ذبحوا وصدق عنه جزاهم الله خير يعني مدام المال من مالهم فجزاهم الله خير وأما ماله هو فلا يجوز لأن الشخص من حين يموت ينتقل ملك ماله قهرا إلى الورثة ما أصبح مال الله إلا الثلث تصدق الله عز وجل عليه به فقط وما عد ذلك فإنه يعني من مالهم جزاهم الله خير جزاهم الله خير ولا في أي إشكال يحجون يعتمرون يتصدقون كله جائز يقول قول المصنف إن معنى التقريد هو قبول قول الغير من غير حجة هل يفهم منه أن من عرف جملة كبيرة من فقه ومسائله من فقه ومسائله بأدلتها هل يكون مجتهد أم ماذا لا لا يا شيخ ما قال ذلك الذي عرفها هو قبل قد يكون مقلدا لأنه قبل قول غيره إما مذهبا أو عالما من غير حجة فالتقريد قد يكون قول مدرسة وقد يكون قول شخص كله تقليد لكن ما الفرق بين تقليد الشخص وبين المدرسة المدرسة هي التمذهب المذاهب الأربعة وقد قيل إنه لا يجوز الخروج عنها جزا به أبو عمر بن الصلاح ابن الرجب وحكى بعض المتأخرين كالنفراو الإجمع عليها الفرق بين المدرسة أنك أحيانا لا تأخذ كل المسائل من شخص وإنما تأخذها من كتب فتعرف هذه المدرسة عن طريق كتبها تأخذ من الكتاب الفلاني والفلاني فيكون من مدرسة لكن تنطلق من أصل واحد أما تقليد الشخص فهو المستفتاء فهذا الذي أخذ برأيه مطلقا فأحيانا قد يكون المقلد لشخص مستفتيا وقد يكون المقلد لمدرسة فيسمى متمذهبا هذا متمذهب لأن عنده بعض الأهلة العامية الذي لا يستطيع نظر في الأدلة مطلقا هذا ليس له مذهب وإن كان له مذهب فلا يلزمه التمذهب أما الذي عنده قدرة النظر فإنه يتمذهب ويكون مقلدا للمذهب أو مقلدا للشخص وقلت لكم أن التمذهب مبني على مسألة تقليد الميت بناها الشيخ تقي الدين على تقليد الميت وهو كما قال أيضا هذا السؤال قبل الأخير يقول من تتبع الرخص فقد تزندق أو من تتبع الرخص فقد اجتمع فيه الشر كله الأولى قالها أظن الأوزاعي والثانية مالك أو العكس وهذا بإجمع لا يجوز ما يجوز وإذلك أحيانا إخبار الناس بالخلاف فتنة له يقول هل يوجد مجتهدون في زماننا أم أن رتبة الاجتهاد نادرة رتبة الاجتهاد المطلق نادرة قلت لكم أن بن حمدان وتبع المرداوي قالوا إنه قد مرت قرون لا يوجد مجتهد مطلق لكن الاجتهاد النسبي موجود وقلت لك أن المجزوم به المذهب وهو الصحيح أنه لا يمكن أن يخلو العصر من مجتهد نعم في مسألة في حديث تصحيح حديث ومجتهد في التصحيح ومجتهد في كذا هذا أخونا يقول ما حكم أخذ أجره المؤذن وليست مكافأة ولا يجمع بين وظيفتين عموما بالنسبة لكل ما يأتي من الدولة فإنه رزق والرزق يجوز أخذه على أعمال القرب كل ما يأتي من الدولة رزق هذا واحد انتهينا منه ثانيا قرر المحققون من أهل العلم أن ما كان من باب الأوقاف الأوقاف وكان لأجل الطاعة لعمل طاعة فهو ملحق بالرزق هذا كلام الشيخ تقييد مثاله رجل يعمل في جهة خيرية وهذه الجهة الخيرية عليها أوقاف للعاملين عليها مثل جمعية تحفيظ القرآن من أوقاف التي تغل فهذه الأوقاف حكمها حكم الأرزق ولا نقول إنها أجرة فلا نقول إنها داخل في أخذ الأجرة على أعمال القرب لأنها يعني أموال بذلت لأجل القرب فتلحق بها وهذا اختيار الشيخ تقييدين وهو قوي قوي جدا 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 الحالة الثالثة أن يكون أجرة على العمل أو على النتيجة وهي الجعالة فبعض فقه أحمد قالوا يجوز جعالة ولا يجوز أجرة وظاهر كلام جماعة منهم أنه لا يجوز أجرة ولا جعالة إلا لحاجة ما هي الحاجة؟ أولا لحفظ المحل بحيث إذا كان مؤذنا إذا لم يقم فيه مؤذن يأخذ أجرة من شخص بعينه فإنه قد يضيع المسجد وهذا ملاحظ وخاصة مع وضعنا الآن فإن أغلب الناس مشغول بأعمالهم في دنياهم فهذا يجوز الحالة الثانية أن يكون يعني لحاجة الناس لا يوجد من يعلم الناس إلا هذا وهو مشغول فنقطعوه من عمله ورزق أبنائه مثل ما فعل أبو بكر الصديق ورزق الله عنه لما أراد أن يتاجر منعه عمر الصحابة وأعطوه رزقا هذا رزق لكنه لو كان أجرة فهو جائز من باب الإلحاق نقف عند هذا القدر أعطوكم إن شاء الله درس القادم وصلى الله وسلم عن أجل محمد